في العاصمة أبوظبي انطلقت اليوم أعمال اجتماع مجلس الوزراء العربي المعنيين في شؤون الأرصاد الجوية والمناخ وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية ويأتي انعقاد اجتماع المجلس لأول مرة بعد موافقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تشكيله والذي من شأنه أن يقدم دعما اقتصاديا وسياسيا كبيرا لما رفق الأرصاد الجوية في الوطن العربي اشتركوا في القناة